مهمة بالنسبة لخريطة امريكا الشمالية خدنا خريطة اليابان ونتكلم دلوقتي عن خريطة امريكا الشمالية ادي خريطة امريكا الشمالية زي ما انتم شايفينها خريطة امريكا الشمالية فيها عندي حاجات مهمة اول اول حاجة لو انا همسكها كده من اللي احنا كنا بنقوله ادي منطقة قلب اقتصادي اللي هي منطقة البحيرات البحيرات اللي هي العظمة او البحيرات الخامسة ودي ما تمتد ما بين كندا وما بين الولايات المتحدة الامريكية يبقى ادي منطقة القلب الاقتصادي زي ما احنا شايفينها عندي كمان منطقة اخرى مهمة في الولايات المتحدة الامريكية ومن الحاجات اللي بتيجي كتير اللي او عندي اللي هي منطقة نهر ريو جراند ودي يمكن في الوحدة التانية وده نهر حدودي ما بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين المكسيك يبقى ركزت كده في مناطق حدودية هي في الولايات المتحدة الامريكية في الشمال توجد منطقة البحيرات الخامسة ما بين كندا وما بين الولايات المتحدة الامريكية وفي الجنوب انا عندي نهر ريو جراند ده بيفصل بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين المكسيك في شمال الولايات المتحدة توجد دولة وهي كندا وكندا هنا يولاد دولة فيها فائد في الانتاج الجزائي دولة بتجاورها دولة واحدة وهي من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة الجنوب كمان عندي ألاسكا أقصى الشمال زي ما احنا شايفين هذه ألاسكا وده اللي خلانا نقول ان الولايات المتحدة الأمريكية دولة برية مجزئة بالإضافة عندك المحيط الأطلسي وعندك المحيط الهادي إذن الخريطة هنا بنركز على منطقة البحيرات عندي كندا عندي ألاسكا عندي الولايات المتحدة من الأمريكية قوة عظمة موجودة في العالم ولو تنعنا بالخريطة كده شوية نعرف كده ان هنا فيه نهر اللي هو نهر من الريو جراند وده بيفسل ما بين الولايات المتحدة والمكسيك مع خط الوسط أو خط المنتصف ده بالنسبة لخريطة أمريكا مين الشمالية تعالوا برضو قبل ما ننتقل لجزء آخر في المراجعة ناخد خريطة تانية ناخد قارة أفريكي أدي أفريكي عندي لو هو قال لك دولة مندمجة في قارة أفريكي فين الدولة المندمجة عندك هنا؟ مصر دولة مندمجة وهذا شكل اللي هو المربع أقرب للشكل المربع دولة وحدوية دولة بتطلع البحر بجبيتين البحر الأحمر والبحر المتوسط عندك كمان من الدول المهمة المغرب دولة بتطلع البحر بجبيتين وفيها مشكلة سياسية اللي هي مشكلة سبتة وماليلة عندك موريتانيا موريتانيا فيها اللي هي العاصمة نواكشوت اللي احنا نستعيلينها بتتركز فيها اللي هو تم اختيارها عشان عامل المواصلات عندك هنا السودان وسطا الخرطوم برضو عامل المواصلات عندك أثيوبيا دولة حبيسة عندك لو نزلنا كده في وسط أفريقيا وجزء الجنوبي كده نلاقي الكونغو الديمقراطية دولة مندمجة زاد بروز عندي كمان في جنوب أفريقيا هنا دولة جنوب أفريقيا دولة عانت من مشكلة التفريقى العنصرية وعندك لسوتو ودي دولة محتوى او من الدول الجيوب او من الدول الدولة تقع داخل دولة ده بالنسبة مين بالنسبة لخريطة أفريقيا بالنسبة كمان لخريطة أفريقيا بيلاقي فيها مضايق أهم أهمها مضيق باب المندب وإحنا شايفين قد المضيق أهو في المكان ده بيفصل ما بين جبوتي والصومان من جهة واليمن من جهة أخرى عندي كمان في أقصى الشمال مضيق هنا كده مضيق جبل طارق خلاص وطبعا مضيق جبل طارق هنا بيفصل ما بين المغرب وما بين أسبانيا جغرافيا تعالى بقى نشوف بالنسبة لخريطة أوروبا خريطة أوروبا بنركز فيها في فرنسا دولة وحدوية دولة مثالية دولة بتعتبر النظام فيها شبه رئاسي دولة بتطلع البحر بجابهتين ده بالنسبة لفرنسا يفصلها عن أسبانيا جبالي اللي هي جبال البرونس تفصل فرنسا عن أسبانيا ويفصل فرنسا عن ألمانيا نهر الراين وكمان عندي في خريطة أوروبا سويسرا دولة حبيسة دولة فيها مرتفعات دولة تتعدد بها اللغات ألمانيا أكبر دول لاتحاد الأوروبي سكانا ويمكن الكلام ده يمكن جاء في الاختبار دور الأول عندي كمان في الخريطة بلجيكا دي فيها مقر لحلف الناتو عندي بالنسبة لإيطاليا دولة مستطيلة الشكل بتتبعها جزيرتين سيكلية وسردينيا عشان كده قالوا عليها دولة برية بحرية مجزئة ويمكن المضيق دوة جه في الدور الأول جاء مضيق سيكلية ودي منطقة من المضايق اللي بتظهر فيها مشاكل اللي هي تقسيم المياه طبعا على أساس انه ليس بالخص مضيق سيكلية ولكن جميع الممرات المائية الضيقة بتعتبر من مشكلات تقسيم المياه سواء مضيق مثلا جبل طورك أو مضيق هرمز أو مضيق باب المندب أو مضيق سيكلية اللي بيفسل إيطاليا عن مين؟ عن تونس وهنا بتعتبر من برضو من الحاجات الهامة عندي بولندا طبعا دي فيها مقر لحلف وارسو لأن يمكن أول معقد المؤتمر عقد في مدينة وارسو في بولندا ولذلك سمي الحلف باسم حلف وارسو عندي المملكة المتحدة المملكة المتحدة هنا بتعتبر دولة بتجويرها المياه من جميع الجهات دولة جزرية عندي كمان من الحاجات المهمة تركيا تركيا بتنتد بشكل مستطيل زي ما احنا شايفين كده بس من الشرق المين للغرب عندك بلا روسيا وأوكرانيا وبولندا بيفسل ما بينهم كده أو بيمروا ما بينهم نهر اللي هو نهر بوج وهنا ده نهر الحدود فيه بيتختلف شوية عن حدود نهر الراين نهر الراين مع العمق الملاحي لكن نهر بوج ده مع احدى ضفطي النهر باللوفة لوجود البحر المتوسط طبعا كمسطح مائي والمحيط مين الأطلس ده بالنسبة لخريطة أوروبا تكلمنا كده عن خريطة أوروبا تكلمنا فيها عن فرنسا ألمانيا سويسرا بلجيكا عندي كمان ولندا عندي بولندا عندي إيطاليا عندي مضيق سكلية عندي جزيرة سكلية وجزيرة سردانيا وعندي مضيق جبل مين جبل طارق وعندي المملكة المتحدة ونظامها طبعا تعرفين نظامها ايه مضبوط سمع ابنانا الطلاب بيقول ان بريطانيا النظام فيها نظام برلماني طبعا عرفت كده خريطة أوروبا وخريطة أفريكيا وخريطة أمريكا مين الشمالية خليكم ركزين معايا دلوقتي ثلاث خرايط عشان نختم فناية الحلقة ناخد خريطة أسيا وخريطة أمريكا مين أمريكا جنوبية بحيث كده نكون خلصنا اللي هي الخرايط اللي هي خاصة ب أمريكا